بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على محمد وآل محمد. المحاضرة العاشرة في التحليلات الهندسية للمرحلة الثالثة قسم الهندسة الكيميائية. موضوعنا لهذا اليوم تكملت الانفيرس لابلاس. ونأخذ الطريقة لتكمل الطريقة الرابعة اللي هي باي كونفيرجين انتيقرال. نأخذ المثال التالي المثال الاول لابلاس الواحد الى اس تربيع زائد الواحد. يعني مثل ما قلت اول ما شفت واحد الى اس رح سنتباتل الى ذهن انه تكامل. هذا التكامل. التكامل المنت تكامل لهذه. وراء ما نطلع اللي هو واحد اس تربيع زائد الواحد. يعني لابلاس الواحد الى اس تربيع زائد الواحد وا شنو؟ هو ساين اكس. معناه السؤال يقول لي واحد اس معناه تتكامل الساين اكس. يعني اذا السلاب لاس الواحد الى اس س تربيع زائد الواحد. هو من صفر الى اكس. الاف اوف اكس اللي هو هذا الاف اوف اكس اللي اخذناه من الف اوف اس. يعني ساين اكس دي اكس. بذنبا قيت واحد الى اس وشن التكامل من صفر الى اس وهذا شن ال ف او اكس مع التل اللي هو سعين اكس ما عاد حسن صارت تسأل شن اكس لسعين اكس دي اكس اللي هو يصابه ناقص عم كوساين اكس من صفر الى اكس اللي هو واحد ناقص عم كوساين اكس. لحسن السؤال الثاني إذا يقول لي بمكان واحد يلاس واحد يلاس تربيع معناتها شنو؟ يعني هذا واحد يلاس طلعي هاي نتجمالته. إذا واحد يلاس تربيع شنو يعني تكامل هاذا؟ مثل ما؟ ناقط هاذا يقول لي واحد تكامل واحد لاس تربيع لساين تربيع. أس تربيع زاتا واحد يعني هو معتها لا بلاس هذا خذناه. او من الاس واحدة طلع هاذا نتجمالته. إذا هاذا لا بلاس لس تربيع معناتها شنو يقول لي كامل هاذا؟ تكامل ثاني من صفر الى اكس. او شنو يقول او او اذا رايدي نحلها بطريقة ثانية شنو نقول ما طول ادي واحد الى هاي تربيع هو تكامل من صفر الى اكس من صفر الى اكس تكامل مزدوج المن للف اوف اكس دي اكس. معنات عش راح يصير عدي من صفر. من صفر الى اكس من صفر الى اكس. اللي هو شنو عدي الاف اوف اكس سايمات واحد الى استربيع زادان واحد اللي هو شنو ساين اكس. دي اكس. دي اكس. اللي عدي مزدوج فحنا راح يصير مزدوج. اذا معناته هسا اول تكامل من صفر الى اكس نفتح قوس. هذا التكامل معناته شنو ناقصا كوسين اكس من صفر الى اكس دي اكس. وهذا ناتج مالته تكامل. ندخل هل قوس هنا. يعني هل تكامل من صفر الى الى الاكس واحد. ناقصا كوسين اكس دي اكس. هذا بس عوضت عن الاكس لانه كوسين الصفر واحد. بس هذا راح يصير تكامل للدي اكس للواحد ندخلها. تكامل واحد دي اكس. ناقصا من صفر الى اكس. تكامل الكوسين اكس دي اكس ويساوي لأكس. ناقصا ساين اكس. ناقصا ساين اكس. ناقصا حسا بس اذكركم. بد امثلة ناخذ. اذكركم خاف نحتاج حسب الموضوع اللاحق. داني مواضع ما اخذيهن بس اعيدهن. مثال يقولي. فاين ذا لا بلاس تانسون فور ذا لا بلاس لل اكس. اكس بطريقتين. طريقة باي يوزنج دا فرست شفتنج تير. وطريقة الثانية باي يوزنج مالتو بيستي باي اكس. طريقة الاولى. لهذا احنا نعرف انه لا بلاس لل اكس وواحد لاس تربيع. ازين. اذا لا بلاس لل اكس اكسبوننشيال. ها معاتها شفتنج. اذا عدي هذا الواحد الى اس. هذا واحد الى اس تربيع. نقف ثلاثة. وهذا عدي ناقص زاين ثلاثة فراح احصل صالب ثلاثة للتربيع. هاي شفتنج. يعني واحد الى اس تربيع تبقى هواحد لاس تربيع. بس كل اس نطرح من عدها نطرح من عدها ثلاثة. هاي الطريقة الاولى اللي هو يقول لي باي يوزنج دا فرست شفتنج كثير. الطريقة الثانية. اللي هو هذا القانومات هدا نذكره. سالب واحد اس ان. هدي هنانة ان واحد معناته مشتقة الاولى. ان الثين معناته مشتقة ثانية. فهذا ناقص من واحد اس ان. يعني اذا كان الان فردي فهذا راح يصير سالب واذا كان زوجي راح يصير موجب. فاذا هذا نحله بالطريقة هذي. ناقصا واحد اس واحد لان انا نعدي واحد فالمشتقة الاولى للواحد على اس ناقصا ثلاثة. واحد دي يعني مشتقة للواحد اس ناقصا ثلاثة. ليش حسب القانون? اذا لا بلاس بس اذكركم لا بلاس الاي واحد الى اس ناقصا اي. اذا هسا اشي راح يصير عديل هذا? ناقصا واحد بقد. هذا مشتقة مالة المقام في مشتقة البست اللي هو صفر ناقصا البست في مشتقة المقام على المقام تربيع. اذا راح يطلع لي واحد الى اس ناقصا ثلاثة لكل تربيع نفس نفس الطريقة نفس الحاجة. اذا الموضوع الثاني راح ناخدها ان شاء الله لاب لاس ترانسورم فرضة دربة. اذا للمشتقات بالبداية بس ناخد هذين القوانين ما كده اشتقاقها بالوقت الحاضر. بس القوانين ما اتح حتى نحفظها للدرس اللاحق ان شاء الله نكون حافظها. عندنا المشتقة اللاب لاس للواي مثل ما نعرف الواي داش للاس. هذا اول قانون. لاب لاس للواي وواي داش الى اس. والمشتقة واللاب لاس للمشتقة الاولى هذا القانون الثاني لاب لاس للمشتقة الاولى. هذا القانون مات الواي. هذا قانون مات المشتقة الاولى. القانون هذا ما المشتقة الثانية ما كده اشتقاقها. شون صار القانون بس اقول لاب لاس للمشتقة الثانية يعني ما لاب لاس لتربيع واي لدي اكس تربيع اللي هو اس تربيع واي داش للاس ناقصا اس للواي. اس في واي عندما اكس تصاوي صفر. ناقصا واي داش عندما اكس تصاوي لصفر. هاي المشتقة الثانية. للمشتقة الثالثة اللي هو دي تكعيب واي الى دي اكس تكعيب. يساوي الواي داش للس ناقصا اس تربيع واي داش عندما اكس تصاوي صفر. ناقصا اس وي داش عندما اكس صفر. ناقصا واي دابل داش عندما اكس تصاوي صفر. وهذا قانون عام للمشتقة الاعلى. لاب لاس اف اوف ان هذا القانون. على حسنا اخذ الدرس الثاني كيفية تحل المعادلة التفاضلية بواسطة لاب لاس ترانسفور. شكرا جزيلا.